بسم الله النهاردة هنكمل اخر جزئية في وحدة المجالات المغناطسية وهي التطبيق الثاني بعد ما اتكلمنا عن تطبيقات المجالات المغناطسية والكهرومغناطسية كان اتكلمنا عن السماعات والسبيكرز النهاردة هنتكلم على المحرك الكهرابي ايه فكرته لان ده جزء مهم وهنتكلم على فكرة اخيرة مهم طيب المحرك الكهرابي ده شغال ازاي؟ المحرك الكهرابي ببساطة كنا عايزين نستفيد من فكرة ان لما بيبقى فيه سلك ماشي فيه طيار موضوع في مجال معناطسي فبيتأثر بقوة فقالوا طيب ما نستخدم الفكرة ديه في ان احنا نولد طاقة ميكانيكية او طاقة حركية نقدر نلف بيها عمود والعمود ده نقدر نلف بيه حاجات كتير ونستخدمه في حياتنا فالمحرك الكهرابي كل فكرته هو جهاز بيحول الطاقة الكهربية لطاقة حركية ده وران ايه؟ طب بيتكون من ايه؟ بيتكون من ملف مستطيل ومحطوط جواه قلب حديدي ومغناطيس دائم او كهربائي وفرشتين وعكس للطيار هنشوف يعني ايه الكلام طيب ايه الفكرة؟ هو المغناطيس عامل زي كده بالزبط دول قطبي مغناطيس شمالي وجنوبي وبالتالي المجال رايح من الشمالي للجنوبي عامل كده ناحية اليسار وفيه هنا ملف عامل كده ولافف من ورا كده وجاي كده الملف ده متصل بدايرة كهربائية كده ويجي الناحية التانية يمشي في اتجاه معاكس عايزكم تقولولي ده كده سلك بيحمل طيار مغضوع في مجال مغناطيسي عايزين نشوف القوة عليها تبقى عاملة ازاي تعالوا نشوف مع بعض فدلوقتي انا عندي المجال المغناطيسي رايح من الشمال للجنوب وعايز الابهام يبقى في اتجاه الطيار اتجاه الطيار داخل لجوة فيبقى الابهام نحية الشمال الشمال كده طيب فهلاقي اتجاه القوة اللي هو كافي ايه دي رايح فين رايح للاعلى فهلاقي يعني ملف لو عامل كده فهلاقي الجنب الشمال ده هيتأثر بقوة ويبدأ يلف الاعلى طب تعالوا نشوف الجنب التاني عندي برضو اتجاه المجال للجنوب وعندى اتجاه الابهام اللي هو اتجاه الطيار داخل علي. يعني في اتجاه الجنوب. فالابهام هيبقى نحيتي. والمجال المغناطيسة اهو. هلاقي ان القوة اللي بتأثر على السلك هتخليه ينزل لتحت. فلما يبقى عندي ملف كده. الجزء ده هيتأثر بقوة الفوق وبوز ده هيتأثر بقوة لتحت. ايه اللي هيحصل? هابدأ احول الطاقة الكهربية اللي كانت ماشية في السلك لطاقة ميكانيكية او طاقة حركية ده ورا ايه. طيب. فدي الفكرة اللي عايزين نعرفها. بعد كده تعديلات بقى على المحرك ده عشان يفضل شغال على طوله. كان ايه المشكلة اللي بتقابلنا? المشكلة اللي بتقابلنا لما يبدأ يلف ويوصل للمستوى الرأسي ده. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. المجال لسه من اليمين اليسار. ودلوقتي اصبح ان الطرف ده كان بيتحرك لفوق. الطيار كان داخل فيه. الطيار فيه. كان رايح في الناحية دي. لانه متصل. بالجنب ده. والناحية التانية الطيار فيها جاي كده. طيب. فهنلاقي لما تطبق القاعدة التالتة اللي يدي اليومنا. اصابع ايدك في اتجاه اليسار. والابهام داخل لجوه. هتلاقي ان الكوة اللي بتأثر عليه كوة لفوق. طب وهو اصلا اصبح رأسي كده. والجنب التاني هتلاقي بتأثر عليه كوة لتحت. فتخيل انت واقف كده. وفيه اتنين عمين يضغطوا جنبك لفوق والتحت. هل انت هتأثر بحاجة? ما بتتأثرش بحاجة. فعشان كده بنقول اول تركاية في المحرك الكهرابي ان في الوضع الرأسي بتنعدم محصلة العزوم. يعني ايه? يعني هو فيه كوة مؤثرة عليه اه ولكن عمودية اه او موازية للمستوى وبالتالي ما بتأثرش عليه بكوة. يعني لما بيبقى في في الوضع ده كان فيه كوة بتخليه يلف كده ويلف كده فكان بيتحرك. في الوضع ده ما فيش كوة بتأثر عليه. ولكن هل هيقف? فبنقول لا. ليه? ازاي? فبنقول تعالوا نشوف كده لما العربية مثلا بتعتل. وبننزل نزقها. فاحنا بنقصر عليها بكوة. فبتتحرك بسرعة. طب اول لما بنشيل ايدينا. هل العربية بتقف نفس الثانية? ولا بتكمل ماشي شوية? وبعد كده بتقف. بتكمل ماشي شوية. ازاي وما فيش كوة بتأثر عليها? بالكسور الزاتي. يبقى لما بيبقى فيه جسم بيتحرك بسرعة معينة تحت تأثير قوة. وبعد كده القوة تتشال. فبيفضل مكمل حركة بالكسور الزاتي. فالملف ده هيكمل حركة بسيطة بالكسور الزاتي. فالوضع دلوقتي بعمل ازاي? الوضع عبارة بقى ان ادي الدايرة الكهربية هي والسلك اللي هو ده اصبح دلوقتي والسلك الناحية التانية عامل كده. هيبدأ يخش في بعض. فدلوقتي الطيار ماشي كده. كده. بنفس الوضع عادي. فإن اللي هيحصل? صوابع ايدك في اتجاه اليسار. الابهام في اتجاه الشمال. هلاقي ان القوة المؤثرة هنا هتبقى الاعلى. والقوة المؤثرة هنا هتبقى الاسفر. فبدل مكان بيكمل لف كده. هيرجع كده. وده احنا مش عايزينه. فعملنا اول تعديل عشان السلوك ما يتلعبكش في بعض. فخلينا كل جنب فيهم متصل بقطعة حيادية كده. والفرشة دي ثبت. فالقطعة الحيادية بتلف معاه. فمش بيتلعبك. طب دلوقتي لقينا ان احنا عايزين في الجنب التاني ده. لما الملف بيبدأ يلف كده. بتبدأ القوة تنعكس وهيرجع. طب انا عايز ان اتجاه الطيار افضل محافز عليه في الوضع القديم. ان الطيار دخلي من هنا. وخارجلي من هنا. اعملها ازاي? فركبنا النص حلقتين دول. دول حلقتين معزلين. ادي حلقة تحت. ودي حلقة فوق. كل حلقة متوصلة بجانب من الملف. وبتتحرك معاه. والفرشتين دول سابتين. طيب دول هيعكسولي الطيار ازاي? طيب احنا في الاول هنا. كان ده الطرف الموجب. فميدي ده طرف موجب. فالطيار كان بيخش من هنا. بيخش من هنا. وراجع من ورا هنا. متصل بدوة السالب. ومتصل بالفرشة دي. السالب وده الطرف الموجب. عايزين لما يلف كده. يبدأ الطيار يتعكس. عشان يفضل القوة المؤثرة هنا تنزل لتحت. والقوة المؤثرة هنا تطلع لفوق. لان شفنا لما الطيار كان لما تقلب كده. فلما الطيار كان كده. فالابهام كده. وصوابع ايدي عاملة كده. هلاقي كاف في ايدي الفوق. فكانت القوة الفوق. لا انا عايز القوة تفضل لتحت. فلازم اعكس الطيار. الطيار لازم يكون جايلي من هنا. طيب فعملها ازاي? هلاقي ان لما ده يلف. هتبدأ الحلقة دي. تسيب الفرشة المجابة دي. شايفين الفرق ما بينهم. الحلقة دي والحلقة دي. فلما ده يبدأ يلف كده. هيبدأ يسيب الملامسة للحلقة دي. ويبقى دوت هو الملامس للحلقة دي. فإن اللي هيحصل. هيبقى ده هو الطرف الموجب. فالطيار هيخشيلي من هنا. ويبقى ده الطرف السالب. فالطيار هيطلعلي من هنا. فلما اتطبق قاعة تلادي اليومنا. سابعك في اتجاه اليسار. وابهامك جاي عليك. فهتلاقي ان كافي ايدك. نازل لتحت. فهيبقى القوة هنا كده. وتبقى القوة نحية التانية العكس. فهيفضل يكمل لف عادي. فبنسمي الحلقتين دول عاكسة الطيار او عواكس الطيار. فبنقول عند مرور الطيار في ملف. بيتأثر السلكين الموازين لمحور ملف بقوة متعاكستين. زي ما عملناهم بايدنا في الاول. واحدة الاعلى والاخرى الاسفل فبتعمل على دورانه. وبتدور معا نصفية الحلقة اللي بنسميها عاكس الطيار. لما بيصبح الملف رأسي بتصبح محصلة العزوم بتسوي صفر. يعني القوة المؤثرة موازية لمستوى الملفي. فبيعنا عدم تأثيرها. بيكمل الملف حركة بالقصور الزاتية. وفي الحلقة وعند اللحزة دي بتتغير الفرشة الملامسة لكل نصف حلقة. فإيه اللي بيحصل? بينعكس اتجاه الطيار. وانعكس اتجاه الطيار ده هو اللي بيضمن لي. ان الحركة تفضل مستمر. زي في الشكل ده كده. ده الوضع الاولاني. بعد كده الفرشة دي. كانت مجابة. بدأت تروح الناحية التانية. فبدأت تمسك في السالبة. والفرشة اللي تحت كانت سالبة بدأت تمسك في المجابة. فالطيار اتجاهه اتعكس. فتنعكس اتجاه القوة المؤثرة في جانبين ملف فيواصل ملف دورانه. وبتتكرر العملية كل نص دورة فيستمر الملف في دورانه. طب ايه العامل اللي بتعتمد عليها سرعة المحرك الكهربي? او القوة الكلية المؤثرة في الملف ما هي القوة اللي بتأثر في الجنبين هي دي اللي بتخليه دور بسرعة. فنفس الكلام. الف بتساوي لب بساين سيتا. طول السلك او طول الملف. وشدة الطيار المار في الملف. وقوة المجال المغناطيسي. كل الحاجات ديها بتتناسب ترضي مع القوة وبالتالي مع السرعة. وحاجة كمان هي عدد لفات الملف. لما بزود عدد اللفات بتزداد القوة الكلية المؤثرة على الملف. فتزيد سرعة دورانه. ففي الملف بيتناسب بزود الان. ان هي بيتناسب معها طرد. طيب. اخر حاجة بنقول لو انت عندك سلكين. ماشي فيهم طيار. لو الطيار في نفس الاتجاه. ايه اللي هيحصل. هل هيحصل ما بينهم اي قوة تنافر او تجاذب. تقول لي ازاي يعني هو ده سحر. اقول لك تعالوا نشوف. لما يبقى عندي سلكين. والسلكين بيمر فيهم طيار في نفس الاتجاه. هسمي السلك ده بي. وسمي السلك ده ايه. تعالوا نشوف هل السلك ايه بيتأثر بقوة بسبب المجال بتاع بي. يعني ده سلك يحمل طيار موضوع في مجال معناطيسي بتاع البي. فبيتأثر بقوة. طب تعالوا الاول نجيبه هو اتجاه المجال معناطيسي بتاع البي عند الايه? اتجاهه فين? فدلوقتي انا عندي البي اللي هو السلك اللي على اليومين ده. اتجاه الطيار في الاعلى. فهجيب اتجاه المجال ازاي بقاعدة الياد اليومنا الاولى. الطيار اللي اعلى. فخطوط المجال بتلف عكس عقارب الساعة. يعني بتلف كده. طب السلك التاني اللي هو الايه? خطوط المجال عنده رايحة ازاي? عكس عقارب الساعة. فلما اكبر اكبر الدوائر هلاقي ان هي رايحة مختارقة الصفحة ليا. يعني متجها ناحية الجنوب. فخطوط المجال بتاعت البي اتجاهها عند الايه? رايح ومختارقة الصفحة. يعني همثلها باكس ولا او? همثلها بالاو. فاتفقنا ان اتجاه المجال معناطيس عكس عقارب الساعة. ولو كبرنا الدوائر. هلاقيها ان هي مختارقة الصفحة للخارج كده ناحيتي. طب دلوقتي بقى عندي السلك ايه دوات? ايه النظام بتاعه? دلوقتي اتجاه خطوط المجال علي اتجاه الطيار لفوق. فهلاقي ان كاف ايدي بيشير في اتجاه اليمين. فهيتأثر بقوة في اتجاه اليمين. طيب تعالوا نعمل العكس. هل السلك بيه بيتأثر بقوة? لانه يحمل طيار وموجود في مجال مغناطيسي بتاع السلك ايه? فتعالوا نعمل نفس الكلام. دلوقتي السلك ايه? اتجاه الطيار لاعلى خطوط المجال العكس عقارب الساعة يعني بتلف كده. فانا عندي السلك هنا. خطوط المجال بتلف كده فهتيجي عندي السلك ده. واتجاهها هيبقى شمالي مختارك الصفحة للداخل. يعني لو بطلق سهم هشوف ضهر السهم اللي هو عبارة عن اكس. فخطوط المجال هنا بتاعة الايه عند البي بتبقى مختارك الصفحة للداخل. فدلوقتي بقى عندي الطيار لاعلى وخطوط المجال للداخل فهلاقي ان هو بيتأثر بقوة ناحية اليسار. وبالتالي لما ده يتأثر بقوة في ناحية ده. وده يتأثر بقوة في ناحية ده. فيبقى في ما بينهم قوة تجازوا. يبقى لما سلكين يسر فيهم طيارين في نفس الاتجاه. ايه اللي هيحصل ما بينهم هيتجاذبان. وفهمنا ازاي? وبنفس الطريقة العكس. دلوقتي انا عندي السلك. ايه وبي? تعالوا نشوف. لو احنا اخدنا ان السلك ده بيسر فيه طيار لاعلى. والسلك ده بيسر فيه طيار لاسفل. وده البي وده الايه. تعالوا نشوف القوة اللي بيتأثر بيها الايه. فلازم يجيب اتجاه المجال عنده. فدلوقتي البي ده مجاله عامل ازاي? اتجاه الطيار لاسفل. وبالتالي المجال ما انا قطيس بيلف معه عقار بالساعة. فعند الايه هلاقيه مخترق الصفحة للداخل. يعني لو بيترمسها ما هتلاقي اكس فهنعبر عنه باكسات. طيب. نروح عند الايه? دلوقتي ماشي فيه طيار لاعلى واتجاه المجال معروف هجيب اتجاه القوة اللي بتأثر عليه. فدلوقتي عند اتجاه المجال المغناطيسي للداخل عند اتجاه الطيار لاعلى فهلاقي انه هو هيتأثر بقوة للخارج. طيب. ونفس الكلام عند البي دلوقتي المجال بتاعي الايه? الطيار لاعلى. وبيلف عكس عقار بالساعة فعند البي هلاقيه مخترق للداخل. طيب البي دلوقتي بقى المجال عنده للداخل واتجاه الطيار فيه لأسفل. فقالان هو بيتأثر بقوة للخارج الناحية التانية. وبالتالي لما ده بيتأثر بقوة الخارج وده بيتأثر بقوة الخارج يبقى يتنافر سلكان لما بيسر فيهم طياران متعاكسان في الاتجاه. يبقى السلكين بيمشي فيهم نفس الطيار هيتجازبه. الطيار متعاكس هيتنافر. سهل. طيب اخر فكرة اللي هنلاقيها في مسألة في الكتاب وممكن تيجي بونس. بيقولك سلك مثلا طوله 20 متر. تلف على قضيب مثلا 300 لف. فعايزك تحسب القوة المؤثرة عليه ومديك شدة المجال ومديك الطيار اللي ماشي فيه. فهتقول الف بتساوي لب بصين سيتا وتشتغل زي ما انت عادي. ولكن اللي هيقابلك القل. هتبقى كام? سوري هو ما قالكش طوله 20 متر. قالك السلك ده. اتلف 300 لفة. واللفة الواحدة كترها. وليكن 20 سنتي. يعني اتلف بالطريقة دي. تعرف تجيب القل بتاعته فنجيبها ازاي. فاحنا بنقول. تخيل معايا كده. لو انت عندك مثلا السلك بتاع الشاحن طوله 1 متر. لو انت لفت السلك بتاع الشاحن ده على هيئة دايرة. فاصبح الواحد متر ده بيمثل ايه? بيمثل محيط الدايرة. هو محيط الدايرة بيساوي ايه? 2 باي R. نص القطرة R. فتو باي R هيساوي طول السلك اللي هو الواحد متر. طيب لو انت لفيته لفتين فالدايرتين صغره. فهيساوي ايه? هيساوي محيط الدايرة الواحدة في اتنين. طب لو انت لفيته تلتمية لفة. فهيساوي تلتمية في 2 باي R. لفيته N عدد من اللفات. يبقى طول السلك هيساوي ال N في 2 باي R. ولكن خلي بالك. ال R دي نص القطر. هو مديني القطر. القطر اللي هو ال D بيساوي ال 2 R. فال L في القانون ده هتساوي ال Bi في ال D في ال N. عدد اللفات في محيط اللفة الواحدة اللي هو القطر في ال Bi. طيب. وفي قانون تاني هنحتاجه في المسائل في الكتاب. الطاقة الحركية لوجسين مشهون. الطاقة الحركية بتساوي ايه? بتساوي QV. LV ديت. ديت. ديت الفولتج. او فرق الجهد. وبتساوي نص MV سكوير. LV ديت. السرعة. فافتكروا القانون ده. لانه ممكن هنحتاجه في المسائل اللي ورا الكتاب. اتمنى نكون ال الواحدة دي كلها مفهومة وخلصنا كل افكارها اللي بنحل بيها في الكتاب. ولو عندوكو اي سؤال بعتولنا. واشوفكو чно.. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قنقر